الى فلسطين في القدس العربي قناة عبرية جنود تنكروا بزي نساء وقتلوا ثلاثة فلسطينيين في نابلوس وتطور غير عادي في استخدام المسيرات تنكر عناصر من جيش الاحتلال الاسرائيلي الخميس بزي نساء عندما وصلوا الى منزل بالبلدة القديمة في مدينة نابلوس شمالي الضفة الغربية ونفذوا عملية ادت الى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بحسب ما ذكرته قناة العبرية والعملية التي استمرت نحو ساعتين وفق ما ذكرته القناة الاخبارية الاسرائيلية الرابع عشر تخلى لها استخدام قنابل وشرك فيها اكثر من مائتين من عناصر الجيش والمخابرات والوحدات الخاصة الاسرائيلية وقالت القناة منذ عدة ايام كانت هناك معلومات استخباراتية عالية الجودة تفيد بان الشباك رصد الشقة الواقعة في قلب القصبة البلدة القديمة بنابلوس حيث يختبئون واضافت خلال العملية صباح اليوم كان الجنود الجيش متنكرين بزي نساء عندما وصلوا الى المنزل وتابعت القناة بعد ان حاصروا المنزل ارتدوا الملابس التكتيكية والقوا العبوات والقنابل اليدوي على الشقة واشارت الى انه تم قتل احد المساعدين الذين فروا من المكان بنيران القوات التي اقتحمت المنزل وتم القضاء على اخرين تواجدوا فيه وقالت بدأت العملية قرابة الساعة السابع صباحا في نابلوس واستمرت لساعتين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر